السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 11 كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل في برج الجدي لغاية الساعة ثلاثة ودقيقة من صباح يوم الجمعة لا ينتقل بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية وطبعا رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 من مساء يوم الأربعاء وطيلة يوم الخميس رح يكون موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته منظل في هاي الفترة أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بعضنا ممكن يكون متشائم شوي أو يعني علينا أنه نعمل بجدية أكبر وما نخلي التشاؤم والسلبية والشك والغيرة تسيطر علينا ونحاول أنه ما نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التعمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل إيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني بداية ولادة الهلال هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 11 و 57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 7 و 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وكذب برضو هاي تعطي وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا تمنحنا كفاءات للعمل المسرحي والروحاني أيضا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم إننا نعمل لها عمليات جراحية كبرى عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم إننا نوفر لها العناية الإضافية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل ولكن مش تجميل جلدي جراحي يعني اللي عندهم تشوهات جلدية وبدهم يعملوا عمليات تجميل ما بنصح هذا اليوم لإلها ولكن عمليات مثل الحقن ما في أي مشكلة كتجميلي يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر ولكن مش بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن رغم أني أنا ما بحبذ عشان حساسية الجلد والشعر بلاش صبغات كيموية حن ما في أي مشكلة في ساعات ما بعد العصر مناسب للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار رح يكون يوم الجمعة 12 واحد بيبدأ الساعة 2.33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة 3 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر اللي جديد احنا منسميه الآن هو 29 يوم الساعة 4.46 دقيقة صباحا بكمل 30 يوم بتصير نسبة الإضاءة الساعة 12 بالليل نهاية اليوم 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 100% القمر في الجدي حتى يوم 12 واحد سعيدة الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 60% ساعات المساء سعيدة بنسبة 20% عطارد في القوس حتى يوم 14 واحد منتحس بنسبة 50% الزهرة في القوس حتى يوم 23 واحد سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالح ومو بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أن تهدؤوا من روعكم ما تنفعلوا اليوم في بعض الإيجابيات ممكن اتعزز علاقاتك مع المسؤولين عنك عن العمل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم اليوم ممتاز جدا لعندهم امتحانات أو مراسلات أو أوراق ومعاملات تتعلق بالهجرة ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون في نوع من النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة اليوم متاحة لمكسب مالي بيجي من أشياء مشتركة أو أموال مشتركة بنك، ضريبة، تأمين، معاملات، ميراث مثلا مع هيك حاولوا أنك تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا لتهديئة الأجواء فأي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم تماما فهو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو علاقة الأزواج مع بعض لمصالحات أو اتفاق لخطة معينة برضو اليوم بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري وهي الفترة شوي بس لأن القمر مقابلك تماما بتكون فترة فيها بعض الضغط لأن طاقتك ضعيفة ما بينفعك فيها سوى الصوب الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما عليك إلا ضبط الأعصاب برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتكن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم ما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية ونصيحة حاولوا أنكم تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما ينتقل القمر مقابلكم بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط ممارسة هواية والتجميل الاهتمام بالنفس الاهتمام بالأحبة بالأبناء فحاول أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحح الأخطاء خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم بتجد تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي معني خلاف عائلي مشكلة صحة أحد أفراد العائلة أو عطل منزلي مثلا ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية لا تتغرب من المسئولية اتجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة فبدك تراعي هاي الأمور بدون العصبية وبرضو ما تهمل صحتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات لأنه هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان برضو جيد للمقابلات وممكن تعزز العلاقة مع أخ أو جهر بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني برضو في منكم رح يهتأم بمواضيع تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي مع هيك يعني بدكوا تكونوا حذرين من النفقات الزائدة امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بدكوا تكونوا عاقلين أيضا بصرف الأموال ابتهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحلقق من خلالها ربح ما يعني جيد على المستوى المالي برج الجدي بالنسبة لمعوليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور تشتد عزيمتكم ترتفع المعنويات تستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لمعوليد برج الدلو طبعا هذا اليوم موجود القمر في بيت المتاعب لآخر يوم فبيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء أنك ما تحسم أي أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها وأي شخص بوعدك بشيء يعني حط احتمالية كبيرة أنه ما رح يوفي فيه برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك اليوم المكاسب كلها على المستوى الاجتماعي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء